طبعاً للحديث عن قصر العاشق نرحب بضيفنا في الستوديو الدكتور محمد جلال الشيخلي أكاديمي وباحث علمي في التراث والتاريخ الإسلامي حياك الله في مساء الإمارات أهلا وسهلاً مساء الخير مساء الخير لكم مساء الخير للإمارات ومساء الخير للكادر والمشاهدين الكرام الله يطيك العافية طبعاً دائماً السؤال اللي يتكرر عن هذا المكان إنه شو سبب إن الناس سموه قصر العاشق وليش تسمى في الموضوع هذا؟ أو المعشوق نعم أنا قبل أن نروح إلى قصر العاشق لازم ننطي فكرة عن مدينة السامراء مدينة السامراء اللي بناها الخليفة المعتصم هذه المدينة يعني طبعاً هي كانت عاصمة الخلافة العباسية وأراد لها أن تكون يعني إيقانة في وقتها في ناحية التصميم العمراني ودقة الميناء وكل هذه الأمور فعندما بناها كان يطلق عليها في ذلك الوقت سر من رأى يعني تسر كل من يراها نعم من شفل ويت تاريخياً أصبحت سامرها وهي إلها أهمية إلى الوقت الحاضر يعني أهميتها ليست فقط أهمية تاريخية هناك إلها أهمية اجتماعية أهمية دينية كون فيها مرقد الإمامين العسكريين رضي الله عنهما وأيضاً هي يعني أهمية اقتصادية أيضاً لأنه تعتبر لها مكانة في سلة الغذاء العراقية إلى الآن يعني تنتج الفاكهة يعني تتميز بها البطيخ والرقيمات نحن بالعراق نسمي البطيخ أنتوا في الإمارات يطلق علي البطيخ اللي هو الوطر نحن نسمي الرقي والبطيخ أنتوا نسموه شماط فأيضاً هذا متميز بطعمها متميز شون عندنا محافظة ديالة المشهورة بإنتاج البرتقال يسموها مدينة البرتقال فسامرها أيضاً لها يعني هذا المنتوج اللي ينقل إلى بغداد منذ القدم صحيح نعم قصر العاشق هذا أو قصر المعشوق هذا بنية من قبل الخليفة المعتمد بالله أو المعتمد على الله كذا يسمى تاريخياً بنية في 256 هجرية وكان هذا القصر أيضاً من الإبداع في التصميم والإبداع في كل شيء موجود فيه هو يبعد عن مدينة سامرها تسعة كيلومترات تقريباً عن مأذنة سامرها المشهورة الملوية وعن بحيرة الثرثار وموجود على الجانب الغربي من النهر فالتصميم ماته والإبداع اللي موجود به إلى الآن تسعد الناظرين سمي بالمعشوق لأنه من يراه سيعشقه بعدين كتب التاريخ قالت مع الأيام تحول إلى العاشق وهناك روايات عن أنه ليش سمية بالعاشق يقال وطبعاً هذه روايات تاريخية لا نستطيع أن نؤكدها شبه أساطير نعم شبه أساطير أنه المعتمد كان يحب يعني إعرابية وهذه كان يراها حزينة دائماً أو منزعجة فأراد أن يسألها لماذا هذا الحزن الذي مخيم عليه نعم منزعج فقالت لها أنا بنت بادية وأحب أجواء البادية وزغزغت العصى في هيروان فأمر بأن يبنى لها لحبه لها تدري العاشد يعني يحب أن يقدم إلى معشوق تكوشي يقدر يقدر تدلع قصر من باقي صحيح لو عجبتني الصراحة فمثبه لك خديثه وعنده إمكانية وكذا صحيح فبناء لها هذا يعني حتى يدللها بناء هذا القصر هناك أقاويل أخرى أو أساطير تروي أنه لا كان يحب أمرأة عبر النهار في قصر يعني آخر قصر متوكل وكان يريد أن كلما يخرج وكذا يكون قريب إلها ويراقب يعني هي أساطير أساطير بنغال صحيح بس لا حلو حلو بس ممكن يكون فيها الشيء صحيح صحيح ستادي يعني أنت شتحس ممكن يعني فيها شيء قريب من الواقع لا نقدر نأكد لا نقدر نأكد يعني ما أقدر أكدها لكن هذا ما يرويه المؤرخون وما يكتلوه جميل قصر جميلة بس أنا مع أنه العاشق أكيد يعني يقدم كل ما يملكه للمعشوق أمان نحن نتفق معك الدكتور قلبه خاله نزين أستاذ لو نتكلم على هالقصر أكثر يعني شلي ميزة أو صفاته يعني تقدر تشرح لنا أكثر نعم البنيان مات أولاً الموقع مالته على ضيفة النهار والبنيان مات يعني أنت من شوفيه كأنما يعني هو أصلاً يعتبروه حصن عسكري لأنه طولة 121 متر وعرضة 96 متر يعني كبير جداً ويتكون من طابقين طابق صفلي وطابق علوي وفيه عدد كبير من الغرف وفيه سراديب وأقبية وبه أربعة أبواب ومداخل بالمناسبة أنا شايفة زائرة يعني آه ما شاء الله جميل فأربع مداخل رئيسية وفيه ثمان مداخل فرعية والزخارف الموجودة والبنيان نحن نحن عن القرن التاسع الميلادي يعني ليس الآن يمكن الآن إذا نشوفه نقول ممكن أن ينبني كذا لكن في ذلك الزمن هذا البنيان وهذه التقنيات وهذه الدقة وعملية تصريف المياه وحتى الغرف الكبيرة يعني هي الجنود السور مات الكبير وما فيه من حصن وقلاع أيضا محاط بخندق من الماء كحماية يعني كان فن وإبداع جميل جدا صراحة نحن فخورين بهذه الأشياء الجميلة وأنا حبيت موضوع العشق حسيت أكثر رواية تعجبك دكتور تعجبنا كل هذا أنا أقول أنه فعلا هو من بنية في ذلك الوقت بهذا الشكل أكيد كان أكو دافع أكيد طبعا أكيد كان أكو دافع كل الشكر لك دكتور محمد جلال الشخيلي أكاديمي وباحث علمي في التراث والتاريخ الإسلامي سرنا بوجودك وكلنا بهجب وجودك وسرنا بما نراه أحسن أحب لك إن شاء الله الله يخليك شكرا جزيلا شرفك بوجودي من هناك الله يعطيك العافية ولنشرح